اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اصيب في كحله لم يستطع المشي عرض تيمي مساعدة الرجل في العودة الى المنزل بامان كان الرجل ممتنا جدا وشكر تيمي على لطفه في اليوم التالي رأى تيمي طائرا به جناح مكسور وقرر مساعدته التقت الطائر بعنايه ونقله الى مستشفى حيوانات قريب سرعان ما كان الطائر يشعر بالتحسن وشعر تيمي بالفخر بنفسه لمساعدة الطائر اخيرا زار تيمي جده وجده لاحظ ان حديقتهما مضخمة وتحتاج الى بعض الرعاية عرض تيمي ان يساعدهم في ترتيب الحديقة وكانوا سعداء جدا بمساعدته عندما ذهب تيمي الى الفراش في تلك الليلة شعر بالسعادة والفخر بكل الاعمال الصالحة التي قام بها لقد ادرك ان مساعدة الاخرين والقيام باشياء جيدة للاخرين جعلته يشعر بالسعادة اكثر من مجرد اللعب والاستمتاع وهذه هي نهاية قصتنا تصبح على خير ايها الصغير قد تتعلم ايضا متعة مساعدة الاخرين وتجعل العالم مكانا اكثر سعادة احلام جميلة اشتركوا في القناة